أستاذ المفروض عليهم التعاقد لا يوجد منصب مالي وإنما يوجد اعتماد مالي مع الأكاديميات يعني أن الأكاديميات تلعب ضوء الوساطة ما بين الوزارة المالية وما بين الأساسي ضوء المفروض عليهم التعاقد. حالياً نقول أن الدولة تعطي دعم للأكاديميات بشأنها تقوم بتسير وتدبير المالي نتساءل مع الدولة وفق الرؤية السراتيجية لجهة 2015-2030 بعدما يتم الرفع الدعم على الأكاديميات ما مصير الأساسي ضوء عليهم التعاقد ما مصير تلميذ ما مصير أبناء المواطنين يعني اللي ببساطة وإحنا عارفين أنه مستقبلاً غير تم فرض عليهم رسوم تسجيل وكذلك غير تم تحكم في مرونة الأجور تقليصها وبل أكثر من ذلك قد تذهب الأكاديميات إلى أبعد من ذلك أنها تعمل على تصريح الأساسي ضوء عليهم التعاقد كما كيتم يعني أي بطلون ضمن أي شركة كيقوم بصريح العمل عند الوقوع في الأزمات وهنا كنقولوك خير دليل على أن هذه الأساسي ضوء ما عندهمش ببساطة أي أي استقرار مهني هو أننا كنلاحظو ضربة القادية لتلقيناها فعلى مستوى هذا الأسبوع هو أن الأكاديمية جهوية العيون السقية الحمراء تعجز عن دفع فاتورة الكهرباء فكيف لها بساطة أن تتمكن من دفع يعني الأجور تعهد الأساسي ضوء عليهم التعاقد نتساءلوا كيف ستضمنون لنا مستقبلا أن الأجور تعنا ما غيتمش تلعب بها كيف ستنضمنون لنا مستقبلا أنكم ما غتفرضوش على تلاميذ رسم تشجيل باش أنكم استطعوا أنكم تخلصوا هذه الأساسي ضوء عليهم التعاقد أختتم بساطة أننا كنقولو إحنا ماشي ضد الجهوية المتقدمة اللي كيقولو إحنا ماشي ضد هذه الخيارات الاستراتيجية إحنا ببساطة مع أي خيار استراتيجي غادي يقول البلاد ولكن كنقولو لكم في التدبير والتسيير الإداري وليس في التدبير والتسيير المالي لأن ببساطة إحنا عارفين أن هذا الخيار الاستراتيجي الهدف منه هو خوصصة قطع التعليم والتحكم في كتلة الأجور وكنقولو لك إحنا كأساسي نفرض علينا التعاقد أننا سنستمر في الشارع الذي سيبقى فيصلا بيننا وبين وزارة التربية الوطنية إحنا حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروع المتمتلة في إسقاط هذا المخطط التعاقد المغلف بقانون شكلي وكذلك لإدماج النظام الأساسي الموضف في وزارة التربية الوطنية وإرجاع كافة المدرودين المرسلين الحكومة صادقت على مجموعة من الأمر من بينها هذه الإجراءات وبأن من سننفيدها هي الأكاديميات شخص مدير الأكاديمية وقال في واحدة جملة بسيطة تلخصوا الهشاشة اللي كانت تكلموا عليها اليوم هو مدير الأكاديمية هو اللي يوظفهم وهو اللي غادي يعزلهم هذه الجملة ولي وحدها تؤكد بأننا لازلنا في نفسي الوضع اللي كنا كنا نقشو قبل ما تجد تعديلات ما يسمى بالتعديلات الجديدة بمعنى السلطة في مدير الأكاديمية هو اللي يخدم بالنسبة لهم المنسقين والأساتدة رغم أننا أجبنا عليه على المستوى الإعلامي حتى على المستوى الميداني بأن التنسيقية الوطنية في إطالة هيكل تنظيمية ديالها معنى منسق واحد معنى قيادة فيها أشخاص كل منسقين فقط صياحة تنظيمية كلنا كانت تحمل المسؤولية إطالة الميدان وراء الجمهور الأستادية الأساتد والأستادات أجابوا على هذه الأسئلة على هذه المسألة ديال منسقين ومنسقات بشكل واضح لمستوى الإعلامي النظام الأساسي للأطول الأكاديميات أو موظفي الأكاديميات هو القانون 07 0 سر المنشئ الأكاديميات والمحدد لإقتصادها المتمثلة في 17 اقتصاص فقط نرجع لواحد واحد الإشارة هنا لأنه ما يدوره الآن من نقاش وخماشرش لوزير التربية الوطنية لكن كنا مجموعة من منابر إعلامية حتى بالنقاش ديال لجالة البرلمانية واللقاءات لدارتهم التنسيقية مع لجالة البرلمانية وغير يشير لهم كذلك أن ينشير لهم في محور آخر النقاش ديال مرسوم وغير هذا ما تضحضش من القانون 07 0 تقول تتكون هيئة مستخدمي الخاصة بالأكاديمية من أعوان تم توظيفهم أعوان تم توظيفهم من لدى الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم ثم موظفين وأعوان في وضعية إلحاق ثانيا نتكلم على موظفين وأعوان في وضعية إلحاق هنا ما نتكلم لا نتكلم على الأولى إذا أعوان أعوان وسطروا عليهم ثم تم توظيفهم من لدى الأكاديمية تبقى لنظام أساسي خاص إلا كانوا يتكلموا على علينا فهذا الإطار ديالأعوان تم توظيفهم طبقا لنظام أساسي لهذا النظام الأساسي لأطول الأكاديميات فهو يحدد في هذه المادة بمرسوم سؤال أين هو هذا المرسوم؟ لا تنسى اشتعبونا فلاشين وتأكتبو الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هذه المرسومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر